السلام عليكم ازايكم يا احلام تابعين يا رب تكونوا بخير ورمضان كريم يا رب على الجميع معنا نهاردة خبر جديد بيخص العائلة الاردنية الهاشمية بس قبل ما هنبدأ بالتفاصيل ازا عجبك المحتوى ما تنسوش الاشتراك والمتابعة ليصلكم من ناجو الجديد وحصري على اخبار حصرية الآن الخبر بيقول تفاصيل اطلالة الملكة رانية التي اعادت ارتداءها بعد تسع سنوات حيث تأثير الملكة رانية على عالم الموضة لا يقتصر على اطلالتها الحالية فقط بل بيمتد ايضا الى قدرتها على احياء الازياء التي ارتدتها في وقت سابق فتصرفها الاخير في اعادة ارتداء سوب بعد تسع سنوات بيبرز تميزها واناقطها ويعكس روح من الصقة والتطور في اسلوبها ففي عالم الموضة يعد اعادة ارتداء الازياء من قبل الشخصيات البرزة موضوعا مسيرا للاهتمام وتجسدت هذه الظاهرة بشكل ملموس في اللحظة التي ارتدت فيها الملكة رانية زوجة الملك عبدالله الثاني ملك الاردن سوبا تقليديا انيقا بعد مرور تسع سنوات على اخر مرة ارتدته فيه ويظهر هذا الحدث الفريد ليس فقط ذكريات الماضي وتطور الازياء ولكن ايضا بيبرز الاناقة والرؤية المستدامة في عالم الموضة حيث في احدى الظهور للملكة رانية تقلقت فيه بسوب البادية خلال زيارتها الى جمعية البادية لتطوير المرأة هي وزوجها الملك عبدالله الثاني ونجليها الامير الحسين ولي العهد والامير هشام واستطاعت الملكة رانية كعادتها ان تلفط الانظار اليها ليس فقط لرقتها واناقتها الموعودة ولكن بسبب ان هذا السوب ظهرت به الملكة رانية قبل تسع سنوات وهو سوب البادية وهو سوب تراثي تقليدي بيتميز بنقشته البسيطة وتقلقت به الملكة رانية في اكثر من مناسبة بتصميمات مختلفة ولكن في ظهورها الاخير اختارت السوب الذي ظهرت به من قبل باللون الاسود مع تفظيل الزغرفة باللون البيج والاحمر من دار الازياء الاردنية قامباز والتي تتعاون معه العائلة الاردنية واكملت اطلالتها بحقيبة باللون الاخدر من دار كولوي وكما وضعت اقراطا زهبيا مزينا باللون باللؤلؤ من علامة ويمبي اما اطلالة الملكة رانية الجميلة مع سوب البادية جاءت بنفس اسلوب البسيط والانيق وتقلقت الملكة رانية باطلالة جمالية رقيقة حيث اختارت تصفيف شعر ملموم ووضعت مكياج برونزي ناعم في النهاية اذا عجبك المحتوى ما تنسوش الاشتراك والمتابعة ليصلكم منا كل جديد وحصري على اخبار حصرية الان ورمضان كريم